أقر التحالف العربي أخيراً بوجود مشكلة لكنه أضف بالتعبيرات الملتبسة التي أطلقها الناطق باسمه غموضاً على غموض في موقفه حيال المهددات الخطيرة التي تتربص بمستقبل التدخل العسكري لهذا التحالف في اليمن فالمتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي كشف عن اتفاق أنجز على يد اللجنة العسكرية السعودية وقضى بوضع آلية للتنسيق بين الإمارات ومن أسماها الحكومة المحلية في جزيرة سقطرة تجاهل المتحدث باسم التحالف الإشارة إلى الحكومة المركزية ورئيسها المتواجد في محافظة أرخبيل سقطرة الدكتور أحمد عبد بن داغر على نحو نمعزز من نزعة الاحتلال التي عبرت عنها أبو ضبي بسلوكها العسكري المستفز في الأرخبيل وتعاملها معه على أنه جزء من الإمارات لا قطعة من تراب اليمن ولهجاته وعمقه التاريخي والحضاري بعد ثلاثة أعوام من الصبر على الضيم أبانت الحكومة عن خطورة ما يجري وعن التهديدات التي تنال من سيادة بلد لاجأ إلى أشقائه ليحصل على دعم في مواجهة انقلاب لا يؤثر على اليمن فحسب بل يقود المنطقة برمتها إلى دوامة لا نهاية لها من العنف والصراع فجوهر الخلاف إذن هو حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها بحسب بيان الحكومة وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدى مفقودا في الفترة الأخيرة بحسب البيان ليست سقطرة وحدها الساحة التي تشهد مواجهات بين تحالف دعم الشرعية والشرعية نفسها التي قالت ما لم تقوله منذ أكثر من ثلاثة أعوام ففي العاصمة السياسية المؤقتة عدن واجهت الحكومة انقلابا مسلحا بدعم من الإمارات ولم تزد السعودية أن أوفدت لجنة عسكرية تضم ضباطا إماراتيين أيضا لم تنجز شيئا سوى أنها أشرفت على تهجير الحكومة وتمكين الفصائل الانفصالية المسلحة الأمم المتحدة دخلت على خط الأحداث المحتدمة في أرخبيل سقطرة على خلفية الإنزال العسكري الإماراتي في الأرخبيل واحتلالها المطار والميناء والمرافق الخدمية على الرغم من نجود رئيس الحكومة في الأرخبيل فقد طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك جامع الأطراف بالإحجام عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد العنف وقال إن منظمته تريد أن تذكر الجميع بأن جزيرة سقطرة مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي موقف يغري على المزيد من الاستمرار في النيل من المصالح الوطنية لليمن وحقوق ما قد وجه الأحداث في هذا البلد صوب مآلات خطيرة على مستقبل المنطقة برمتها